السلام عليكم السلام على تونس السلام على أحرار تونس السلام على كل من يحب تونس السلام على الشعب الحر الأبي السلام على الشباب وعلى كل المواطنين الذين يريدون الأفضل لتونس السلام على كل من نكل به وكل من فقر وكل من جوع وكل من أكل من لحمه طيلة العشر سنوات سلام على كل شخص يريد الحرية سلام على رئيسنا العزيز الغالي رئيسنا النظيف رئيسنا الناصع رئيسنا القدوة رئيسنا المحبوب المنتخب من قبل الشعب السيد قيس سعيد السلام عليك وربي وفقك وربي باركلك ولكن يا سيد الرئيس بعد هالنكسة بعد هالطامة وأنه رأس من رؤوس الإرهاب ومدعم الإرهاب ورأس من رؤوس الفساد ورأس من رؤوس معرقي للدولة ومعرقي للشعب ورأس من رؤوس الخراب في تونس وشخص مع تحداك في العديد من الفيديوهات ورغم القذف ورغم العديد من الفيديوهات التي أقل ما يمكن أن يتخذ في شأنها وأنها ثلب وقذف وسب علنا في هيبة الدولة يعني هذا يعني شخصكم أنتم هيبة الدولة أنتم يا سيد الرئيس أنتم رئيس الدولة أنتم مكانة في هذا البلد يعني ألمس منكم هو مس من هذا البلاد ألمس من أمن البلاد وحادثة المطار يعني هذه أيضا حادثة شنيعة من شأنها أن تزج بهذا الجرذ في قعر السجن ولن يخرج منه اعتداءات متواصلة اعتداءات متواصلة كل الأشخاص الذين في شأنهم وهم يعني مجال شبهات وهم السبب الرئيسي في خراب البلاد ثلاثة سنوات يصلون ويجولون في كل المجالس وفي المنابر ويتحدثون ويقضون شؤونهم ما أين الأجراءات سيد الرئيس أين هي هذهم مجرمون هؤلاء الإرهاب هذهم يدعمون الإرهاب هؤلاء الأشخاص يعملون لصالح الغرب هؤلاء هم من يعملوا لصالح الغرب ضد البلاد هؤلاء من يريدوا خراب البلاد هؤلاء أولاد تركيا هؤلاء الذين يعملون فقط لتخريب البلاد هم جواسيس في حق البلاد يبيعون البلاد وباعوها ويريدون قمعها وبيعها يعني أكثر وأكثر سيد الرئيس من فضلكم خطتهم واضحة يريدون الاستلاء على الحكم بأي وسيلة متاحة وغير متاحة الخطة واضحة سيد الرئيس الخطة واضحة سيد الرئيس الخطة واضحة سيد الرئيس الخطة واضحة وقالها هذا الجربوع وقال هذا الجرذ قال في حالة لا سمح الله وفات رئيس الجمهورية تنتقل الرئاسة إلى رئيس مجلس النواب وهذا المخطط الذي يسعون إليه عاجلاً أم آجلاً سيد الرئيس يريدون النيلة منك ومن تونس أرجوكم النجدة 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 سيد الرئيس يريدون النيلة منكم للحصول على تونس أنت أملنا الوحيد من فضلكم أنت أملنا الوحيد أنتم أملنا الوحيد فرحنا بعد الخمسة وعشرين من جويليا والآن نحن نحزن وخائفون على الوضع وخائفون على المستقبل إن لم تتحركوا سيد الرئيس بيع تونس أنت أملنا الوحيد الفساد في كل مكان ويعملون للنيلة منكم سيد الرئيس والحصول عليكم لن يحصلوا عليكم حياً سوف يحصلون عليكم لا سمح الله بأساليبهم الإرهابية أشخاص مجرمون إرهابيون لا يهمهم شيء يستطيعون شراء كل شيء بالمال لديهم المال ولديهم علاقات خارجية وهم أشخاص متورطون وأؤكد على متورطون فسيعملون على نجاتهم ولن ينجوا إلا عن طريق النيلة منكم والحصول عليكم سيد الرئيس تحركوا من فضلكم يا شعب يا شعب يا شعب إذا الشعب يوم من أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر هل تريدون الحياة أم لا تريدون الحياة يا شعب يا من قاموا بتجويعه يا من قاموا بتفقيره يا من قاموا بالنيلة منه والتنكيل به يا من قهروه يا من سفكوه يا من حزنوه يا من أكلوا لحمه يا من أكلوا عظمه يا من سخروا منه طيلة أكثر من عشر سنوات يريدون النيلة منكم سوف تصبح تونس طالبان اللي ما تحرك سيد الرئيس سوف تصبح تونس أفغانستان اللي لم يتحرك سيد الرئيس ويتحرك الشعب تحية تونس والله ينصرك يا سيدي الرئيس قيس سعيد الله ينصرك الله ينصرك الأعداء كثيرة جدا ويريدون النيلة منك سيد الرئيس من فضلكم تحركوا من فضلكم تحركوا من فضلكم تحركوا لديهم في كل المؤسسات أشخاص تعملوا لصالحهم والسلام عليكم ورحمة الله تحية تونس تحية تونس تحية تونس